مرحبا مساء الخير عليكم كلبوكم صلوا على النبي واستغفروا واكتبوا كومنتات جميلة بإذن لكم لني حقراها كلها بإذن الله اسبوع هذا واسبوع اللي قبله احصلت اشهر قصص قتل مثل قصة جورج اللي مات على يد الشرطي جراء للعنصرية لانه كان كاري هاللي لونه والقصة اللي حصلت كمان خلال هالاسبوع قصة الفيلة اللي الناس عطوها انه ناسا فيها فرطيع فتفرطعت بطن الفيلة وماتت في البحر عرفتوا اعضاءها صارت خلاص انفجرت من داخل اما القصة اللي حصلت خلال هاليومين واللي قلبت الرأي العام وقلبت الحياة كلها في باكستان قصة زهرة شاه وهي بطلة قصتنا لهذه اليوم زهرة شاه طفلة باكستانية صغيرة تبلو من العمر ثماني سنوات طبعا هالطفلة فقيرة واهلها كلهم فقراء فقاموا اهلها اللي ما يخافون الله الله ليسامحهم دنيا واخرة شغلوا بنتهم الصغيرة اللي عمرها ثمانية سنين شغلوها عند ناس مقابل ان هالناس يدرسونها ويعلمونها طبعا الطفلة هذه اللي عمرها ثمانية سنوات زهرة كانت تخدم طفل اصغر منها يعني كانت تعجن فيه وترضع وتجلس معه شلون طفلة يرعى طفل شلون يعني ما يدخل العقل وكانت طبعا ربت هالمنزل قاسية عليها بشكل يعني ما تتصورون كانت دايما هذي الطفلة تتعرض للإهانات والضرب والأب والأم لا حياة اللي ما تنادي بنتهم تنجرد تنضرب يا جماعة ثمانية سنوات يا لطيف المهم الحمد لله اللي عفانا من ما ابتراه نفضلنا على كثير من عباده الطفلة هذه الحنونة اللطيفة يا رب اكتر حمها يا رب الأهل أهل البيت الأغنية هذولا كانوا مشغلين زهرة انه تخدم الطفل الصغير وكمانت انها توكل البغبغوات هم كانوا جايبين بغبغة وحطينه في قفص وانه مطلوب من زهرة انه كل يوم توكل البغبغة قامت زهرة الضعيفة الطيبة الحنونة فكت القفص وطلعت البغبغة خلته يطير خلته يعيش في حرية شوفوا شلون كلبها فيوم جاءت ربت المنزل ودخلت وما لقيت البغبغة ولقيت زهرة واقفة عند القفص وتمسكها وتجلدها جلد وتضربها تخيلوا تضرب واحدة عمرها ثمانين سنوات عشان اي عشان طيرت بغبغة وتقول بعد ما مسكوها الشرطة تقول والله البغبغة غالي الله ياخذك يا الكلبة تعالوا شوف السوت في الصغيرة قامت تضربها وتجلدها قام جاء الاب من الشغل إلا ويلقى زوجة تضرب هالبنت قلوا شفي شفي قالت والله طلعت البغبغة من القفص قال وشو بغبغة وينزل لكم يجلدها الصغيرة تخيلوا يعني ما كفى نواح البنت وصياحها لا كمل عليها لين مفارقة الحياة متخيلين من شدة ضربهم ماتت ما كانت تعرف زهرة إنه بحرية هالبغبغة راح تكون نهاية حياتها إنه لما تحرر هاذ البغبغة راح تموت هي حزنتني القصة لما قرأتها حس بكيت على وضعها يا رب يسوي شلون شكلها كيوت الله يرحمها يا رب وارقة الحياة زهرة شلون شلون قدروا يضربونها هالضرب كلها عشان بغبغة طز طز البنت صغيرة قاعدت تبكي منكم من ضربكم من يدكم القاسية وانتو ولا عليكم بس أبشركم أبشركم عشان يبرد خاطركم يمسكوهم اثنين والآن أتوقع أنه خلاص إعدام بيعدمونهم الأم والأب اللي ضربوها عليش تسوى كانت تسوى هالضربة اللي خليتوها تفارق الحياة من بعدها حس بي الله ونعم الوكين فيهم والأم والأب شفتوا كمان أمها وأمها أم وأب طفلة هذي كمان مسكوهم إنه ليش تركين بنتكم الصغيرة تشتغل تستاهلون ما جرى لكم مسكوهم وتهلوهم على الشرطة شكلت الأدب هذي ما تخافون الله طفلة صغيرة من تقدم مسؤولية لا تخلفون لا تخلفون لا تتزوجون حرام عليكم تجبون أطفال وتخلونهم يعانون حرام هذي مسؤولية هذي مو لعبة هذي مو لعبة نروح محل ونشتريها ما عجبتنا رميناها هذي نعمة من الله ناس مو لقيينها ناس قاعدين ياخذون إبر يسوون عمليات يسوون مو قادرين ينجبون لهم طفل وأنتو تمسكون الطفل وتروحون ترمون وتخلونا يشتغل في بيوت الناس طفل كمان صغير ثماني سنين يلي ما تخافون الله هذي نهاية القصة أتمنى أتمنى اللي مقدر مسؤولية لا يتزوج واللي مقدر خلفها لا يخلف قرفتونا كله كله ترجمة نانسي قنقر